موسيقى وزاي ما بيقولوا كده فعندنا ساحر فاحنا نرحب بيهم اهلا بيك يا عقرب الساحر اهلا ويجيري اهلا بيك تانا عاملين ايه هنبدأ مع استاذ علاء انت باسم الله ما شاء الله عملت مسلسلات و اعلانات و افلام كتيرة الحمد لله كان في بداية حياتك حد بيقولك انت هتفضلكم برسو مش هتعلق اكيد طبعا لازم اي حد في العالم بيقولوا كده طب قولهم كلمة بص اقولك على حاجة انت اشوفت الموبايل اللي في ايدك بينور لما بيخش له كهربا كهربا دي المفروض انها بتمول الموبايل بينور بيها هم التطاة السلبية اللي انا باشتغل بيها وبانجح بيها عشان كده انا عاد قدامك بلوقت طبعا كانت هناك ناس كتير كمبرسات علي امام ابتده كمبرس احمد ذاكي امير قرارة كله بدأ كمبرسات فمش حاجة ما اعتعبش حد صح مين مسلك الاعلى في الحياة ولاaju انا مش الاعلى في الحياة انا مليش مسل اعلى في التمثيل مسل اعلى في التمثيل هو انال كماية خمس او عشر سنين لكن المسل اعلى في الحياة بابايا طبعا ziemه ربنا يخليك هو امسال يعني المسالي المسالي بس كثيرا ده مسل اعلى في الحياة اكتر حد شوفت مبتهي في العالم فتحبه جدا ربناك طيب ممكن تقول لنا عن اعمالك الجاية؟ عامل مسلسل اسمه حلو الدين مع هانا الزاهب وبرنامج اسمه عذب شو برضو هاي بيه على قناوة ان شاء الله اللي جاية طيب معلش عشان المايك قديم قول التاني اعمالك القادمة عشان كان سعيتها المايك قديم مسلسل اسمه حلو الدوني سكر مع هانا الزاهد وشخصية لوكا عمل فيه شغلة هاي اللي يعني وفيه مسلسل برنامج اسمه عذب شو تمام لو قصة حياتك فيلم هيكون اسمه ايه؟ الاسرار والطموح حاجة فيها اسرار يعني طب ماشا حلم من احلامك الجاية ايه خطة حياتك يعني المستقبلية؟ اكون احسن او اصغر اصغر اكون اصغر ممثل صعب في السينما وفي مصر انا اكون عندي واحد وعشرين سنة وبينزلي افلام تتحدى احمد الساقة وامير قرارة فادي حاجة عمراء ما حصلت في العالم فانا اتمنى ان انا ده يحسن ان شاء الله يحسن لك ومعانا فاكرتين جايين نبهرك بيهم يالله بينا معانا استاذ عقرب الساحر اهلا بيك اهلا بيك مرة التانية اللي انت تتلع معانا على الهواء اه اعزين نشوف بقى كل جديد بصوا الحقيقة التطور في الفترة اللي فاتت مكانش بس فكرة اللعب او اللعب الخفة كان في ان انا اقدر اجمع ما بين الوقع والخيال يعني بمعنى ان انا ممكن نشوف لعبة ان البوكس داد لوقتي عندي فادي اهو بصور انا سوف اقوم بقى هنا الحوار كله بس فانها تقريبا هنختار كرت لو اخترت اي كرت لا انا استاذ علي تماما من ثلاث امبار طب بص اقول لك حاجة اقول لي وقف اي هتا طيب اوكي كرت ده بتاعك دلوقتي ده جزء الواقع ان انت اخترت كرت معي اللي هو الجاك التريفل اهو تماما فده جزء الواقع جزء الخيالي ان انا اخد الكرت وهسيب هنا فده لو انت تخيلت فعلا ده وامنت انه حصل فمش هنلاقي الولد الاسبيت فوق لان الولد هنا فعلا فانا هاخد الولد وحطه جوه البوكس تماما وحنا لو تخيلنا ده فعلا مجرد ما عملك كده هنلاقي ان الكرت جوه البوكس زي ما تخيلنا فعلا تماما ولكن ده جزء بسيط سعر ممكن نشوف حاجة اقوى بمعنى ان احنا هنلعب بالكوتشينا دي انا هطلب من الكوتشينا هطلب من الكوتشينا حاجة وهي مفروض تحصل هنعمل نفس الطريقة كل بساطة انت هتختار كرت او لا افاقه هتا طب طيب تمام الكرت بتاعك انا ما عرفوش وانا الحيا مش عايز اشوفه تمام فانا هوريولك وهوريلي الكاميرا تمام اهو ثانيا هزت كاميرا مش عرفوش طيب تمام كرت اهو كده تمام طبعا انا ما عرفش الكرت ولكن انا مش عايز اتخالي ممرضي يعني انا عايز اعمل حاجة اقوى من فكرة ان انا هتخال الكوتشينا بس وهتخال حاجة حصرت حاجة مثلا زي ان انا هحط الكوتشينا في العلبة حط عرق داية وهضغب بها كده ممكن تقول لي كرت ساكن ايه اربعة اربعة ايه اه سان بوكسا حمر دايموند صح اعم هو ترسم على العلبة زي ما انت شاهد ايش حالو الحقيقة عندي اخر حاجة ودي ما نقدر نقول ان هي جزء من التوقع مش الخيال تمام اللعب كلها بساطة برضو كل اللعب تعتمد ان انت تختار كرت اللي اختلاف هيكون في طريق تقديمي لها ممكن تقول لي اقفها اهتا تاني معلاش طيب الكرت بتاع ايه انا مفروض ان انا كبني اقدم طبيع ما عرفش اي حاجة ما هتحصل صح طيب انت اخترت الست الاسبيت ايه الست الاسبيت كرت كوي يقدر مثلا ان احنا نحطه في النص اهو ونعمل كده وتقريبا يطلع فوق بس دي حاجة ما تشوف تقريب كده تقريبا سهلة سهلة الحاجة اللي فعلا مفروض تكون اقوى ان الست الاسبيت كرت كوي وانا هطلب منه ان هو يتغير الكرت انا بحبه زي الجوكر الاحسن من كل ده احسن واحدة تمام الوقت انت وشوفت الورقة دي هتلاقي مكتوب فيها كلام علش ممكن تقراب صوت عليه تفضل اولا ده توقع من اللي هيحصل المايك او اطبط اولا ده توقع من اللي هيحصل الشخص هيختار ستة كالبسوي و الكرت ده قوي وادري يطغر للجو هههه ههههه كامل لو انت بتقرأ كلام ده دي월وقتي ده ما يمكن اتوقعا مستبط أطبعا م appreciate اطبعا ماذا يا صديم المستبط почему الان لا تقدم لا يصلي المستبط ههههههههه discovering شكراً بس أنا كده قدرت أقول لك التطور اللي حصل اللي خلال الفترة الفاتت ومعنا أستسجيري أهلاً بك عمو وريني حاجة أهلاً بك أهلاً بك أهلاً بك أهلاً بك ممكن تكون غريبة شوية تشوف حاجة شباها بس مش بنفس التقريب ده تمام؟ ما عايزك تختار كارت دلوقت وقف في أي مكان يا جيبة ستوب هنا مكان يا جيبة تمام؟ لكن هنيراً ما هي الفترة الج bible تختار كارت ؟ ولوكلة الكارت أهلاً emergency شعي بالسفيل لا شعي بالسفيل تمام؟ اخل الشعي بالسفيل ده تحطه هنا والدان تمام المرة دي بقى عايزك تخطر لي انا كارك تمام موقفت هنا كنه يجبه ستوب هنا؟ اه تمام شوف الكارك اللي انت اخترته ولي تمام ثلاثة الهرط ايبا اخترتلي ثلاثة الهرط تمام؟ حطي ثلاثة الهرط هنا قداني بسو انا ممكن كلامي يكون مش منطقي شوية بس هل اقوم عملت كده ينفع كارتين تبدله؟ لا مش منطقي هنا الهرط هنا هل الكينج الاسبيدو هل تلاثة الهرط بس كلامي المنطقي اللي ان هل حصل اصلا انت فعين؟ ايش كارت اللي عندك تلاثة الهرط اصلا زائبا ثاني هلسى اللي ابن خلصتش ممكن تشوف اللي انا هعمله لها بغريب ثاني اخد التلاثة الهرط دي اضطعها الاغرب من كده ان انا هبلع كده او انت بتبلعه بجد يعني بيخش هلا دي مش خدع دي عمار مش خدع دي انت بتبلع اه اه بايا بايا انا محربيت مش هاي الساحل اه 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 هو تقريبا تلها ساحر بجد جمعا طب والكارت طيب ايه اطلب لك خيب اوه ولا كارت تبلع بجد والله خدس كده طيب ولا هو اختفى اي فكرة ان هو اختفى انا حاولت اخليه يكون مش موجود اصلا ايه انا عشان كده بلعته عشان كده ازور تاني اه طب وول انت كالته ده ايه انا مكلتش حاجة شفتين اكلت حاجة اه انا متسجل طب tots ايكا انا ايكا لايه شيئ اصلا راضي ايضا اختار لي كارت و اختار لي نفسك كارت امام واقف اي مكان تمام كارت اذا انت اختارت و اضعه هنا تمام اريدك تختار لي نفسك كارت اي مكان اجبه امام اذا كارت اختارت تمام تمام انسى اقول لك على حاجة كارت اختارت اصلا كان ايه كاية 8هارت لأي 8 الغلال بالحمر كل الكرت يبقى ليهه سول مت اللي هو مقابل الروح لكذا الكرت تلقى سول مت اللي هوه 8 الغلال لكنها تقارب ما بين الكرتين بنسبة 90% انا عايز يبقى تقارب ما بين الكرتين بنسبة 100% مجرد ما هم كده تلاقي الكرت بقى 8 الغلال لا اخرجوا ان انا مدنون او عربي تللع الكرتين ما بعض 6 يموت никو الشان كلها قدامك مشакти시면 8 يموت مختارين نفس القت شوف ق تشينه اخليه معك انا شيت 4 The Amy شوف ايش انشينا بيحط فيها حاجية انا كنت سايع مفيهش 8 خالد افيش 8 خالد مفيش شوفة تباقه انت بتاكل ورق مش عارف اقول لك اصلاح حمسك كده طب انا عايز اقول لك على حاجة انت بتشوف اللي هم بيعملوه ده سحر او اللي هو شعوازة بقى و بيروحوا يحضروا جن و يطلعوا لنا الحلقة انت شايفه ايه؟ خفة يد انا بشوفه بنياد ايه اللي هو عاملوه بقى كده بقى كده بقى كده انا بايك علىه معلش معلش تاني قوله فانا بشوف اللي هم بيعملوه يعني حاجة حاجة جميلة تمام؟ و ازاي بقى الكلام بقى بيكتب في الورقة يعني ازاي عارف ان انا هاختار كذا 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 انا عارف ان انا اقدم لك حاجة انت تشوفها مستحيلة اكيد طبعا احنا ما قعدلاش مع بعض قبل كده يعني انا اول مرة اشوف الرجلات دي دي الوقتي شرفت بي شرف لي انا فدي حاجة جد عظيمة جدا يعني طب و انتو ردوكو ايه للناس اللي بتقول اللي انتو بتعملو وشعوازة وبتحضروا الجن والكلام ده عشان تطلعوا تعملوا الكلام ده وتفكروا في الدماغو و انت بتبلع كارت شوف بقى يعني ردوك انا زي ما قلت انا هدف ان اقدم حاجة بقى مستحيلة بس هدف الحقي هو فرحته يعني انا عملتروا اللعبة وهو ببسط فانا كده استفادت اه 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 انا دي الاستفادة بتاعتك غير كده انا ولا ساحر بجد ولا مش عاوز يعني و انت ردت ايه اه 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 ا ما الكارتة هون دور في كوتينة أنا قلت ممكن يحطوا هنا في جنب وشو ولا حاجة قلت أخطوا هنا يعني أنا عندما كنت بأعمل هذه الأشياء كنت بأبقى يعني مش هبلعه أكيد يعني تمام أقدم لك طيبة أخرى خط بقى نفسي هنالك دولة كارتين في كوتينة تمام عايزك تختار أي كارتة يا جيبك؟ أحفظ الكارت نعم تمام موريد الكاميرا تمام الحد دلوقتي ما عرفش الكارت بتاعك مم تمام بص هلقبض الكروت بالطريقة العادية جدا لها بتقنى الناس أصلا تمام عايزك تختار كارتة تاني وغالبا هنهيطلع الكارت بتاعك فيه احتمالية إنه نغل ده الكارت بتاعك؟ نعم طبعا نعم ليس قريب ده لكن سأخذ الكارت الليلة وطلبه المسكة ليس أصلا وليس أصلا فهنعمل كده كارت يختبق أريزك تمسك الكارتين اتتأكد منه بأنه مكارتين تبعيين ما فيه أريزك تتأكد من الكارتين ذو لأنهم مفيش بينه مات ما فيش بينهم أي كروت أو ما فيش بينه أي حاجة كارتين طبعيين لهم الجوكرين أعم طبعا يمروني كده بص انا حطهم الجوكرة الاولاني الجوكرة التانية حطيت بينهم اي حاجة لا افيش تاني بص انا هقلبهم كده هعمل تشيك كوين السبيت تلعت بين الجوكارين الغريب اكتر انها لما هدخل كوين السبيت كده في النص تاني هقلب الجوكارين هعمل تشيك تاني كوين اختفت انت شايف ايه انه بيقولو سيحرم ايه اللي بيحصل له ايه ده بجد ايه علمنا حاجة طيب المفلول تعلمونا حاجة في الحال طب يا اقرب الساحة ومناسبة السنة الجديدة الناس عايزة تعرف ايه اهدافك في 2021 الحقيقة اهدافي السنة دي ان انا ابدأ اهتم اكتر بالسوشيال ميديا الحقيقة اهم اهدافي السنة دي ان انا اهتم اكتر بالسوشيال ميديا وان انا اعرض موهبتي بحيث ان اكبر عدد من الناس يقدروا يشوفوني بس فانتظروني بقى انتظروني انا هاي جدا انتظروني انا هاي جدا طيب علي اه اه طيب بقى انت انت شايف نفسك ايه وشايف نفسك هتبقى فين كمان عشر سنين بص او هتكون القعدة دي اللي انت عيدها معنا هتكون قعدة مش هيبقعد معنا تقلق بص يا الفكرة في اي حاجة في العالم هي الاسرار انك تكون عندك اسرار على الحاجة اللي انت تتعملها امومن بنفسك قبل ما الناس تكون مؤمنة بيك فانا وانا صغير في بدايات ايام ما كنت بعمل اليوتيوب انا اتظلامت كتير وتشتامت كتير وياما ناس كانت بتخش تقول كلام مالوش نزمة بس سوى ده كده ده سنة الحياة و هتلاقي ناس بتروليك كتير جدا بس اهم من كل ده ان انت تكمل فااما وما تشغلش بقى لك بحد فانا اه ابتديت يعني في ناس ابتديت قبلي كتير جدا بس اللي هم عملوه في 10 سنين انا عملكه في 3 أربع سنين ف الحمد الله رب العالمين يا رب وفي ناس بيكتعملون في السنة و تعملون في معنا بقول يا ربي كل مستقبل لينا انت الفكرة في احوار التمثيل ان انت كل يوم لازم تتطورpi نفسك لازم تقرأ كتاب، لازم تتفرج على فيلم، لازم تاخد ورش كتير على قد ما تقدر فكل يوم لو فيه جديد، انت كده هتفضل طول عمرك قدام، وهتوصل لكل اللي انت بتحلم به لكن لو فضلت زي ما انت، اكيد هيطلع ناس من بعدك، اشتر منك بكتير جداً فساعتها ما تسألش ليه، انا ما باشتغلش، او ليه، انا مش شاطر طب انت شايف بعد المسلسل كده عائلي، انت طالع طبعاً بطر في مسلسل كده عائلي اه طبعاً سليم وجيش شريف اوكي واجيه اه صح 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 انت شايف نفسك، عملت ايه بعد ما، يعني انت طلعت في المسلسل اوكي الناس شايفينك ايه بعد ما انت خلصت المسلسل انا في الاصل انتفعز المسلسل، انا سألت نفس السؤال، انا ليه بعمل فحاتي كده، وليه انا بمثل اصل فكان فيه مشهد اللي هو مفجر العربية، المفروض انا بروح لو استاذ محمد رياض وقول له بابا انت نسيت الموبايل فانا كنت راح اليوم ده الساعة 12 بالليل، وهو كان اخر شوت في اليوم، وهيتهر التاني يوم في الحلقة فلاقيت استاذ المخرج الكبير طبعاً تامر حمزة قال لي بص، قالته بيفكر ومتوتر جداً، فبيقول لي المفروض العربية اللي هناك دي هتفجر هتفجر، استاذ محمد رياض واقف هنا، فانت المفروض تتخد وتقع في مكانك، لو يأتي يمين او شمال الكاميرا هتعمل وتطلعت برا المشهد، فهنتطر نجيب عربية جديدة، واحنا مفيش امكانية ان احنا نجيب عربية، والمشهد ده في حلقة بكرة فهيتخد اتمنتش على دول، فانا ساعاتها حسيت انا اللي انا عملت في نفسي ده، لا انا عايزة روح، فانا هنتفى من كده بكتير خالص فمن هنا حسيت بالمسؤولية، يعني حتى في مسلسل هنا الزاهد، انا كان فيه، انت بدأته تصوير فيه اه، وخلصناه كان فيه مشهد، المفروض ان انا عندك هو خاركة فانا باضرب نفسي وكده فانا تقريباً من كتر ما انا باضرب نفسي، بعمل كده، فكي بيتلوح الناحية التانية، وهما سمعين صوت الضرب يعني المخرج جالي وانت انا سامع صوت ضرب، وده بجد، طلقه، يعني بعد ما روحتي بالليل وانا قاعد، يعني حسيت ان انا عايزة عاية ايه اللي انا بعملوه في نفسي ده، بجد يعني جسمي كله كدمات وبهدلها، فبالزبط كده، فهي الموضوع مش حوار ان انت بتقول الكلام وخلاص بس لا الموضوع صعب جداً واصعب مما تتخيل، وبيبقى عندك صراع اجيال كبير جداً، ومع ناس كبار انت لسه سنك صغير، فانت برضو مش مدرك الموضوع الكبير اللي انت فيه فالموضوع صعب يعني بصراحة مش سهل خالص طبنا عينك يا رب واتشرفت بيك حبيبي انا الشرف له مبسوط جداً انا مبسوط جداً لانا حبيبي اه بحيبي اعايزين نسألك اخر سواف طب انت شايف نفسك ايه بعد اللي انت بتعمله هده والبالعو الكرت اشانا مش بلها بلا بس عايزه يوصل له اوش هكاً انا ما بلعتش كرت جاي التخليولات منك مش اكتر انا ما بلعتش كرت شفتيني بلعتكرت شفتيني بلعتكرت ايحب انا ما بلعتش كرت متخليولات منك مش اكتر التخليولات طيب انت شايف نفسك ايه؟ ردي فاربع كلمات فاربع كلمات ما هتعملش زي المرة اللي فاتت تمام شايف نفسي ايه؟ حقيقة دوت سؤال صعب بس بالنسبة لي انا عايز ان انا اوصل لحاجة كبيرة ان انا ابسل لحاجة كبيرة اوصل لحاجة كبيرة لحاجة بنختم حلقتنا كان معكم بنشكر بنشكر قناة الصحة والجمال على نشكر الديوفنا نشكر الديوفنا نشكر الديوفنا عقرب الساحر جيري واستاذ علاء خالد وانتظرونا في حلقة جديدة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة